من الشركة الأصغر يسير الرياء وكثير الرياء شركة أكبر من أخلاق أهل النفاق سمي بهذا الاسم على التغليل يعمل العمل حتى يراءه الناس أو يعمل عمل حتى يسمع به الناس هل مهم علاج الرياء ما هو الأول التوحيد لو تعلمت التوحيد حققت التعامل تعلمت وعملت ودعوت واعتقدت ما تبالي بأحد في دين الله صحيح نعم الثاني تعلم الشرك ومنه الغياء تعلم أنه الشرك لذلك تحذر منه طيب الثالث الدعاء فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفة أجورها الثالث من علاج الرياء نحن في الثاني في الرابع طيب الرابع الرابع عدم ترك العبادة خوفا من الرياء لأن الشيطان يوقع في باب الرياء أو ترك العبادة الشيخ الآن يريد صلي ركعتين أو يقرأ قرآن وقال أخاف هؤلاء يمدحوني ترك القرآن وقع في الشيط ترك الرياء ودخل الشيطان في باب ثالث تريد تعمل تعبد أعبد ولا عليك بأحد لا تبالي بأحد في دين الله مفهوم؟ تمام الخامس زيارة القبور الزيارة الشرعية صحة وخطة لو ذهبت وزورت القبور زيارة الشرعية والله ما تفكر في الدنيا من غالب إلا نسأل عاف السلامة لهذه الأزمنة خلاص ماتت بعض البناء والله في القديم ما تستطيع ترى قصاص أو يد مقطوعة أو رجل صح الآن يا رجل نتفرش كل شيء صح ولا شيء وبعض الناس يشرب دخان حتى في القبور ويضحك ويمسح صحيح والله في القديم ما استطيعنا القصاص أيام كان عندنا بعض حيام في قصاص تجد الناس يسقطوا يغم عليه اليوم لا عادة طبيعي كله يصور يا رجل ألا كله تصوير والله صدق ماتت بعد قلوبنا صلى الله عليه وسلم نعم إذن هذا الرياء فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من الرياء إذن أنت من بابه أولي ولا تفتح باب شر على نفسك يعني الآن هذا الشيخ الآن لو فتح باب الرياء ما قرأ حين عندي صح؟ ويقرأ بصد جميل أقول أنا ما أبالي بهؤلاء أقرأ أصلي بالناس وأعلم الناس أريد طلب الله يأتيني الشيطان لا أعلم لأنه فتحنا باب الرياء لا يطلق الليحة ولا قصر الثوب ولا يطلب العلم ولا يصلي ولا يصر ترجمة نانسي قنقر